الدور ده في دور التمانية الكاميران فازت على جنبيا 2-0 وبركينا فاسو الحصان الاسود الجامح في البطولة فازت على تونس 1-0 مصر فازت على المغرب 2-1 والسنغال فازت على غينيا الاستوائية 3-1 ووقفت طموح وانطلاقة غينيا الاستوائية عند هذا الحد يوم الأربع بإذن الله بداية الدور قبل النهاية تسعة مساء يوم الأربع استنغال مع بوركينا فاسو الخميس تسعة مساء أيضا مصر مع الكاميرون النهاية ومباراة الثالث والرابع لاثنين مع بعض هيكونوا يوم 6 فبراير إن شاء الله شفنا احتفالات ترزيجي وشفنا احتفالات لعبي منتخب مصر لكن على ذكر الكيروش بقى وانطبعاته بعد المباراة لما تكلم مستر كارلوس كيروش في المؤتمر أكد أنه أفضل مجاملة بأهديها للعبين هي أنا أشكرهم هو ممتن جدا لمجهود اللعيبة والروح اللعيبة وحاسس بيهم وقال إن هم عايزين يستمروا في البطولة وبيرغبوا في الوصول النهائي وأنا معاهم قال كمان كيروش نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة اللي جاية بعد الفوز على فريق رائع زي المغرب لكن الآن بنركز على الكاميرون قال لما سؤل عن هدف محمد صلاح وصنعته لهدف تاني إيه رأيه في أداء محمد صلاح قال وده دي نقطة مهمة مع كل التأدير والاهتمام بمحمد صلاح كيروش قال إحنا مش فريق اللعب الواحد إن أنا برفض هذا الوصف لأنه الفريق بيلعب بشكل جماعي الجميع بيسعى للفوز تعبير موفق جدا بنلعب مع بعض بنعاني مع بعض بنفرح مع بعض بنزعل مع بعض هنصنع الفرصة مع بعض عشان نسجل إحنا كلنا مع بعض على فكرة ده تعزيز الروح الجماعية اللي فعلا سبب نجاح الفريق حتى الآن استمرار محمد صلاح في هذه القيادة الحكيمة الناجحة المسؤولة والتقلق الفني اللي هو عليه حيعزز من فرصه لأن هي دي القطعة اللي كانت نقصة في البازل أو في الأحجية إن كنت الصورة تكتمل كنقصك حتة المنتخب صحيح واضح تأثيرك دلوقتي على المنتخب سواء من ناحية القيادية ومن ناحية الفنية صحيح فاستمراره على هذا النجاح حيعزز من فرصه بإذن الله ياخد اللي يستحق إن شاء الله نشوف جانب من تصريحات كارل سكيروش بعد الفرحة الكبيرة والفوزة على المغنب الأهم الآن هو البقاء واستشفاء اللاعبين جسديا وعقلية واللعبون مجهدون للغاية خاصة أن التقص حار جدا والرطوبة عالية وكان صعبا جدا اللاعب لمدة 120 دقيقة سنطور برنامجا دقيقا للتحضير لمباراة الكاميرون نريد أن نكون مستعدين للكاميرون لأننا ندرك أنهم فريق تنافسي للغاية وقوي جدا إذا ما سيطرنا على الكرة فلن نخسرها بسرعة أمام فريق قوي وجايد كالكاميرون يعني هو ده كلام بس جمال أنا أردت له برضو جزء من التصريحات بتاعته تصريح هايل جدا جدا على مدى الاحتفاء وأهمية الاحتفاء بالفوز على المغن وقبليها كودفور اللهم يا جماعة لم نصل لشيء دي خطوة فتحة بطريق للوصول إلى الشيء اللي احنا عايزينه وهو ده اللي انا عايز اقوله مش عايزين نعتبر ان احنا كده كويسين او ده مية مية مين كان متوقع هذا الكلام وده حصل معنا في الجابون لما لعبنا الفاينال قلنا وحد كان طايل فكانت النتيجة ما كملناش لا احنا دلوقتي ابتدينا نصدق حلمنا ابتدينا نصدق حلمنا أرمال لا عندك فريق دلوقتي استرد استرد يعني الثقة وبدد القلق الذي كان ينتاب كل مصري صحيح شوفنا دلوقتي راجل لا ده هو الراجل بيقدف معانا مية مية دلوقتي بيقول له بيسوبوني بقى بطريقتي بسانا في مفروك كده كيروش هو مش كيروش اه كده كيروش هو فهم يعني يضيع وقت شوية في الاول لكن افادوا هذا الوقت في انه اللعبة دلوقتي وصلت وهي جعانة كان ممكن تشبع في البطولة العربية فانا عايز اقول ان الجملة دي رائعة لم نصل لشيء بعد نتعامل على هذا الاساس شوط الرأس اللي فات دول ننساهم كل اللعبة يسترد طموحه وجديته ربنا يحفظ لعبتنا من الاصابة نشتغل بنفس الاتتيود او هذا المزاج الجماعي والالتزام الجماعي والرؤية الساقبة لجهاز الفني ممكن انه بقى انا وانت مختلفين في حاجة او تفصيلة بس مش احنا اللي اننا في النار خليه لكن نفضل ونقول له برضو والله لو جربت اللي في دماغ ناس كتير ربما يكون في حال انت مش شايفه يعني لما ناسك تاخد فرصة واثنين وثلاثة ادي فرصة الواحد جعان شوي طيب ده اللي فات اللي جاي بقى يا خواجة هتعمل ايه مع بلدياتك انتونيو كونساس او كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون ده برتغالي ولما سؤل كارلوس كيروش في المؤتمر عن المباراة الجاية قال لهم ده مدرب بلدياتي احنا اصدقاء وهو عمل شغل هايل جدا مع الكاميرون المواجهة معها مش سهلة لكن انا عندي ثقة كبيرة في لعبتي رغم كل الاصابات اللي بنمر بيها لكن احنا جاهزين وهو من البداية قال لك انا جاي عشان ألعب سبع ماتشاط احنا عاملين حسابنا جايين نلعب سبع ماتشاط يعني هيلعب في الفاينال باذن الله فمع تقديره للكاميرون ونوع اشاته بانتونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون هيلعب سبع ماتشاط حتى لما لقعبش فينا على اساس التالت والرابع بس هو في كل الاحوال هو تركيزه جاي نافس فبالتالي مع احترامه لمنافسه وبلدياته ومواطنه المدير الفني للمنتخب الكاميروني عنده ثقة كبيرة جدا في اللعيب المصريين ودي واضحة جدا والروح واضحة صحيح يمكن في حراس المرمى لسه فيه ازمة بعد اصابة ابو جبل بعد الشناوي الشناوي قد يكون هناك بصيص من امل انه ممكن يلحق مباراة الكاميرون لكن حتى لو ملحقش الشناوي اعتقد الروح العالي اللي فيها محمد صبحي تأهله بإذن الله انه يزود على مرمى مصر بمنتهى الياحظة حتى فيه كلام ان ابو جبل ما هيش بالقصوة اللي مجد تبعده الاصابة يعني يعني هو يعني الروح كمان علي كان خايف طبعا اي اصابة بالذات لحرس المرمى بتبقى مزعجة صحيح وده لسان الحالي بقول انا ما صدقت ااخذ الفرصة واتبت فيها بس جديد اوي اصابات حراس المرمى عضليا كتير جدا يا أستاذ ابراهيم اصابات اللعيبة المصريين لا لحرس المرمى لانه المجود اقل من اللعيبة بص حرس المرمى دلوقتي كل تدريباته فيه شوتنج يعني هو بتبتدي الهجمة كان زمان يحط الكرة والباك يشط دلوقتي بيعتمدوا عليه ولذلك انا ارى نبدأ الهجمة بان احنا ندي تمريرة باليد تمريرة لان طبعا الملاعب احيانا تكون سبب في الاصابة طيب محمد صلاح بقى النجم الاسطوري في البطولة لانه اديكوا شايفين حجم الاهتمام بوجود محمد صلاح في الفريق صلاح في منتهى السعادة والنشوة وشفناه حتى في بعض الفيديوهات داخل الليتوبيس بتاع الليتوبيس بيغني اغاني شعبية منشكح جدا ومبسوط يا رب دايما يدوم ساعدتك يا مو لكن بعد المباراة رأي محمد صلاح ايه نشوف حسنا اعتقد ان الامر صعب على الجميع وكما رأيت الجزائر خسرت في دور المجموعات وكانوا قد فازوا في البطولة في المرة السابقة ويملكون فريقا عظيمة وخسروا بهدف وحيد اعني ان لا اقول اشياء سيئة عنهم فقط اقول ان البطولة صعبة على الجميع كانت صعبة علينا في البداية حتى تأقلمنا واعتقد ان نيجيريا بعد ان كانوا افضل فريق في دور المجموعات خسروا ولذلك فلا يمكنك معرفة نتيجة اي مباراة لذلك الوقت الان للتركيز على الكاميرون ونعم ونرى ما يحصل عندها اعتقد ان اللاعبين قدموا كل شيء ويقدمون كل شيء في كل مباراة واتمنى ان نواصل كذلك ونفوز يعني سرد منطقي واقعي للمشوار وسرد منطقي ومطلوب للطموح في اللحظة دي وانه زال امور تدراجت ومن حقيقنا نحلم باللقب دلوقت ترجمة نانسي قنقر